العراق يواجه منتخب عمان ومنتخب مصر في بغداد الشهر المقبل ويظن العروض الاحترافية المقدمة للعب علي جاسم وجميع اخبار منتخبنا الوطن العراقي اليوم السلام عليكم انا الرضا حبيب اذا اول مرة تشوف نشترك بالقناة وانطيني لايك حلو مثلك وبدون ما نطول بالكلام يلا نبدأ الفيديو يا شباب رسميا منتخب شباب العراق يواجه مصر وعمان في ارض السلام بغداد الشهر السادس المقبل والحلو بالموضوع منتخب الشباب بقيادة عماد محمد ام طعم المنتخب الشبابي باسماء قوية واحترافية مثل اللاعب بوتان امين المهاجم اللي يلعب بالدور الانجليزي رح يكون متواجد في بغداد وايضا اللاعب اريان امين الشقيق يوسف الامين رح يكون متواجد مع الشباب في بغداد عماد محمد للامانة يشتغل صح وقدم للمنتخب الوطني وفره من اللاعبين واستفادين منهم بالمنتخب الاول وجاء يشتغل حاليا ويضم اللاعبين المحترفين ومباريات رسمية يعني عماد محمد عشرة على عشرة ان شاء الله من تطور الى تطور لمنتخبنا الشباب ونجي للعروض المقدمة لللاعب علي جاسم عند عروض من الدور السعودي والقطري والدور الايراني والدور الاماراتي والدور التركي النادي اللي يفسخ عقدة علويةهم نفسهم اللي هم نادي انطاليا سبورت التركي ايضا الفتحة والابواب مرة اخرى لضم اللاعب والجديد بالموضوع عند عروض من الدور البلجيكي اللي رادوا ياخذون على الحمادي من قبل وما صارت بسبب تأخر الفيزة وايضا وصلتنا معلومة عن اكو عروض من الدور الاسباني الدرجة الثانية اللي بعد المنتاز بس حاليا تسربت معلومات عن اللاعب علي جاسم عند عروض قوية مثل الدور الالماني والدور الايطالي والدور السويدي وما ننسى الدور المصري اللي دس دعوه بقى ملتزم بارسال الدعوات لضم اللاعب يعني يا شباب من الشهر الواحد بهذا العام 2024 حتى اللحظة علي جاسم اكثر لاعب توجهت لدعوات من اندي على مستوى القارة الاسيوية وخارجها خطف الاضواع علاو في بطولة اسيا ومع القوة الجوية ومع الاولمبي يعني علاو اصبح الشاب المميز لدى الدوريات او ايضا نزل موقع المختربين خبر سارو وحصري وكيل اعمال اللاعب علي جاسم حاليا جاي يتفاوض مع نادي جنوى الايطالية شباب نادي كبيره الى حجمه بالدور الايطالي وايضا باوروبا ومشاركاته الخارجية نادي يستحق الاحتراف به نتمنى الاتفاق يكون بافضل صورة ويمس مصلحة اللاعب اولا واخرا علي جاسم بعد صغيره يستطيع فتح مجال عمله بالدوريات الاوروبية ونتمنى التوفيق والاحتراف لكل لاعبين والاهم علي جاسم الذي خدم الكرة العراقية على مستوى الشباب والاولمبي والمنتخب الوطني وايضا مع القوة الجوية لديه مباريات جميلة جدا وساهم بالاهداف وتسجيل الاهداف نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله ويتم الصفقة على خير وينتقل على لاو ليكون افضل جاهزية من الان انتم كجماهير عراقية شلون تشوفوا العروض المقدمة لللاعب علي جاسم اتمنى تنطيني رأيك بالعروض بالتعليقات